دكتور هل لدينا استراتيجية معينة يتم اتباعها للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا أنك ذكرت هناك العديد من التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأكيد قضايا الإعاقة بتعرف أستاذ إبراهيم أصلا كانت مشكلتها بأنها قضايا لم تكن يتم تناولها من خلال استراتيجيات يعني كانت مبادرات فردية أحيانا مؤسسية العمل فيها يتم بشكل عشوائي البعض يعتقد في عالمنا العربي أنك حينما تتحدث عن الاستراتيجيات فأنت تتحدث عن عموميات غير قابلة للتطبيق المشكلة في الإعاقة العكس أن عمر قضايا الإعاقة ما كانت مضمنة باستراتيجية واضحة وبمؤشرات وأهداف يجب تحقيقها وقياس مدى تحققها الأردن الآن لدي سياسة وطنية تم تبنيها من خلال مجلس الوزراء عام 2019 لمدة عشر سنوات اسمها السياسة الوطنية للإعاقة تتناول كافة محاور الحقوق والقضايا الخاصة بالإعاقة وترسم المسئولية والجهات الشريكة لكل محور وتسمي كل جهة باسمها من خلال حديثك دكتور ذكرت وأشرت أن هناك العديد من التحديات كان منها التعليم وتقبل الاجتماعي وغيرها هل هناك يعني على أرض الواقع وأيضا بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة هل هناك أي استراتيجيات تطبق على أرض الواقع بخطوات إيجابية؟ في الواقع لكي أكون منصف جميع الجهات الشريكة نجد بأن هناك في تعاون هناك في رغبة بتحقيق شيء على الأرض التحدي الذي نواجهه وهو تحدي يكاد يكون مشترك بين معظم الجهات هو كيفية النظرة لقضية الإعاقة إذا كانت الجهة تنظر إلى الإعاقة بأنه والله هو مسئولية مجتمعية أو عمل خيري هذا بالنسبة أنه يشكل تحدي وعائق لأنه نحن نريد التعامل مع قضايا الإعاقة بوصفة قضية حقوقية فيها التزامات واجبة على كل جهة أن تنفذها فما نحاول فعله أولا نحاول تغيير النظرة للإعاقة من قضية خيرية قضية مسئولية اجتماعية أو مجتمعية إلى قضية تنموية وحقوقية مثلها مثل باقي القضايا الأخرى الأمر الآخر ما نحاول فعله أيضا مع الجهات وهو أيضا تحدي لكن يتم التغلب عليه أن تكون كل الخدمات البرامج الاستراتيجيات التي تصدرها الوزارات كل وزارة في مجالها شامل يعني أنت إذا تصدر استراتيجية لوزارة العدل أو وزارة التعليم أو 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 هذه هي الاستراتيجية ضمن بنودها يجب أن يكون هناك في بنود ومبالغ مخصصة لجعل ما يقدم أو ما تقدم الوزارة من خدمات مهيئ ممكن الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة كل الشكر على كل المعلومات التي قدمتها خلال هذه المقابلة شكرا جزيلا نعطيكم اليونة عافية